نعم كثير منهم متورط ولذاك لم يأتي إذا جاء يعرف القضاء أمامه نعم نحن اليوم حقيقة لا يمكننا تسامح معه القتله أي إنسان تورط بقتل العراقيين لا يمكن أي تسامح لاحقوق الإنسان نعم ما يصير نعم نعم ولكن من الذي لا يتورط يعني ليس عليه أي شبهة لماذا لا يعود ومع ذلك نحن العودة ستكون منظمة ومرتبة أوقفنا العودة الآن إلا بعد دراسة جيدة لا رد أن تكون يعني فوضوية العودة كده من الموجودين في الجدعة اليوم كم عددهم يعني إلى الآن تقريبا العوائل اللي عادوا تقريبا وصة و400 إلى 1900 تقريبا الشخص إيه وبعضهم رجعوا طبعا العوائلهم اليوم حقيقة قبل العودة التأهيل عمل التأهيل وبعد التأهيل حقيقة بمساعدته داعش منظمة دولية طبعا تحركنا مع العوائل مع كبار العشائر حقيقة لمسنا منهم تجاوب كبير قالوا هؤلاء أبنائنا من حقنا نستقبلهم فما وجدنا أي اعتراض وأعتقد اليوم بالتعاون والتفاهم نعم الثأر والانتقام لا يحل مشكلة أكيد القضاء هو الحاكم نعم ولا يمكن اليوم العفو عن القتلة المتورطين لا يمكن العفو عنهم نعم وأعتقد هؤلاء الذين عادوا يسمى المتورطين نعم بعد التدقيق الأمن الشديد في الهدو طيب تحركنا في القناة